وزارة المالية المصرية تكر زيادة مخصصات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بزيادة قدرها 30% في موازنة العام المالي الجديد ما أثرت تساؤلات حول الاستجابة لأبرز مطالب الشارع المصري في الفترة الأخيرة مخصصات يراها نواب قد تسهم في دعم بناء الإنسان المصري إذا وجهت بالشكل الصحيح لو الموازنة جات ولقينا فعلا المخصصات بقت أحسن وأنها حقيقة تلبي احتياجات المواطنين وتلبطوا محطمة وحققت للصحاق الدستوري أكيد هنوافق عليها لكن لو لقينا أن الزيادة دي زيادة شكلية أو أرقام قليلة وأنها برضو أنا بصرف على الصحة والتعليم في إيه أنا مش عايزة أبني مدارس مثلا بس لا أنا لازم أصرف على المدرسين لأن إفاديت أن أنا أبني مدارس وأنا ما عنديش مدرسين قطاع الصحة سيشهد زيادة تقدر بنحو 25% بقيمة 495 مليار جنيه مقارنة ب396 مليار جنيه في العام المالي الحالي وستبلغ نسبة الزيادة في قطاع التعليم 45% بقيمة 858 مليار جنيه مقارنة ب591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي أمر جيد اتجاه الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بهذه النسبة يمكن بداية اقتصاديا بتعكس قدرة الدولة أو وجود رؤية لدعم هذه القطاعات وتدبير الموارد المالية اللازمة لها الأمر الثاني هو بيحقق نوع من الرضاء داخل الشارع المصري في حال رفع جودة الخدمة المقدمة في التعليم والصحة ويرى مراقبون أنه لو جرى الالتزام بالدستور لكان من المتوقع أن يقترب الانفاق على التعليم من نسبة 12% والصحة 8% من مجمل الانفاق العام حالياً رغم أعباء خارجية وداخلية تعتبر الحكومة المصرية زيادة مخصصات التعليم والصحة مدخلاً لإعطاء انطباعات جيدة لدى المواطنين في ظل تأثري دخل المواطنين بالوضع الاقتصادي الراهن محمد خالد المشهد القاهرة